الصيف في نسبة لنا يعني مصيف ونصحب مش عارف الناس معترضة ليه على كلمة مصيف دي تقول حياتنا بيقول رايحين المصيف يقولك لا رايحين الساحري تقولك مش عارف رايحين نغير جو رايحين المصيف هو اسم المصيف اه احنا المصيف بتاعنا بننزل نتنقع في الشمس لحد دمجلنا ضربة شمس وناخد لون زي ما كان بسانت التاريق عليا كده تقولك شبه بكار عشان لوني يعني فاحنا دائما متعودين ان احنا بناخد لون من الشمس مفيش اي مشكلة وبعدين جلدنا بيقشر ويغير والدنيا تمام لكن دلوقتي بدأوا يقولوا ان اشياء الشمس ضرة واصبحت ضرة كمان بشكل كبير عن الاول انا مش فاهم ليه بصراحة بس احنا برضو بنعمل طبعا انا بعتذلك على هوا عشان انا اول ما اتريقت عليك انا رحت على طول خط فاهم ضربة شمس انا كمان اتحرقت فعلا خليني اقول ان زي ما انت بتقول ان الشمس بتبقى ضرة جدا وبتأثر على جلدنا جدا حتى لو احنا استهولنا وعادنا في الدلة هي كمان بتأثر علينا وانت رايح المصيف ازاي تحمي نفسك وجلدك من اشاعة الشمس ده سؤال كل اللي بيروح المصيف بيسأله عشان يحافظ اولا على صحته من ضربة الشمس كمان يحافظ على بشريته من اي حروق ممكن يتعرض لها فنعرف كل التفاصيل دي وهنجاوب عليها من ضفنا اللي منورنا في الستوديو النهاردة اي حاجة ليه علاقة بالمصيف ونزول البحر الدكتور حسن الفكهاني واستاذ الجلدية والتناسلية بكلية الطب المنية جاوبنا عليها النهاردة اهلا بيك اهلا بيك صباح خير اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يعني انا وشاز دي يمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل الهواء انه الشمس حتى انا كنت فكرة يعني سفرت اخي المرة انه انت قاعد في الضلة ومش معرض نفسك للشمس قوي حتى والجو حلو في اسكندرية والساحل الجاو بيبقى كويس مش حر عايز اقول لها انا اتحرقت فازاي الانسان يحافظ على جلده وعلى بشريته من اشعة الشمس وما يتخدعش زي ما انا اتخدعت انه طالما انا قاعد تحت الشمسية في الضلة انا ما بعرضش جلدي للشمس بص حريك طبعا الشمس مهمة جدا لحياتنا يعني هي مسؤولة عن حاجات كتير جدا ابسطها مثلا ان هرمون النمو عند الاطفال ما بيشتغلش غير الشمس موجودة فالاطفال اللي بيصحوا متأخر جدا او ما بيتعرضوش كفاية لاشعة الشمس نموهم بيتأثر فيتامينز كتيرة في الجلد ما بتشتغلش غير الشمس موجودة ولكن في مشكلة ان التعرض للشمس بكسرة بيؤدي الى هرم الجلد شيخوخة الجلد باختصار كده 75% من تجايد الجلد بتيجي من الشمس يعني الشمس الوحدة مسؤولة عن 3-4 فالناس اللي بتحب التعرض للشمس بالزيادة اللي بتعمل تانينج باستمرار هي بتعرض جلدها لتكسير الكل أنا بعد اقول لصاحباتي كده دايما بيعودوا يقولولي انت يعني لازم نقعد في الشمس وبيعودوا وقت طويل قوي في الشمس ويحطوا بس بيحطوا تانينج أويل والحاجات دي أنا بقولهم انه ده غلط جدا ده صحيح انه غلط جدا بالسبب طبعا تجايد صح انا صح ولا لا يعني هل التانينج أويل والحاجات دي بتمنع لا 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 التانينج أويل والحاجات دي بتساعد ان احنا نكتسب الصبغة بسرعة هي ما بتمنعش حاجة خالص هي ما بتمنعش أشعة الشمس هو ربنا خليق كل حاجة ان احنا لو استخدمناها صح تبقى لها فوايد استخدمناها غلط لها مشاكل فالشمس القوية من الساعة 11 الصبح للساعة 4 العصر دي شمس دارة جدا دي شمس الظهير من امتى الامتى تاني من 11 الصبح لأربعة العصر قبل 11 الصبح أو قبل 12 الظهر الشمس جميلة جدا ومفيدة جدا بس مائة البحر فقع وبعد أربعة العصر نعم مائة البحر فقع مفيش حاجة بس يعني انت مش لازم تاخد كل حاجة ما حدش يقدر ياخد كل حاجة الحقيقة ان الشمس بتاعت الظهيرة دي ضارة جدا حتى على الامراض الجلدية يعني تكلمنا مثلا عن مريض البهاء اللي هو بيستفيد جدا من شمس المغرب وشمس الفجر لما بيتعرض لشمس الظهيرة المرض بيزيد عشان كده تلاقي معظم العمال اللي بيشتغلوا في الضخر زي مثلا الجريد المسلح وعمال البنى عندهم البهاء أكتر بكتير من الناس العادية فيه صورة شهيرة جدا لسواء بريطاني كان بيتعرض جنب اليمين بتاعه للشمس لما بيسوقه شمال طبعا أو بيسوق يمين يعني بيفوتوشوب يا دكتور قبل ما تكمل بس ان هو ونص وشه وتجاعده خلى فرق السن كبير جدا ما بين اليمين والشمال طبعا ده حقيقي فعلا لان زي ما قلتلك 75% من هرم الجلد بيعتمد على العامل الخارجية وقويلها الشمس موضوع الوقاية بقى دوت موضوع شائق جدا الوقاية مش 100% بواق الشمس أولا واق الشمس ليه درجات كتير فوق الخمسين كله زي بعضه يعني الناس اللي بتبيع واق الشمس على السنس ده بلاس 100 بلاس 80 هو بلاس 50 فما فوق كله زي بعضه نفس الحماية ولكن الكمية مهمة يعني انا اتخيل لو حدا هايز يعمل لجسمه كله واق الشمس هيستغل تقريبا 50 ملي لان لازم يتحط بكميات كبيرة جدا طب لو هو قاعد بعيد عن الشمس او قاعد يعني في التحت الشمسية هيحتاج يجدده كل ساعتين انه جسمه بيعرق فبيخسل واق الشمس طب لو بينزل الميا هيجدده كل مرة يطلع من الميا وطبعا ده محدش بيعمال كثيرا طبعا بمرة واحدة لا لا غالية دكتور يعني بنحط مرة واحدة وخلاص كده لا لا طبعا بعدين مفيش حاجة اسمها واقي شمس ضد الميا مش ممكن مستحيل علمين ان ده يحصل كل واقي الشمس اول ما بننزل المياه بتغسل كله فاول ما بنطلع بناخدهش وبعد كده بنحط واقي شمس جديد طيب هل اشياء الشمس اصبحت اكثر تأثيرا على الجلد مثلا اكثر ضررا يعني طول حياتنا كنا بننزل البحر وميا ملحة ونطلع نقط في الشمس وجلدنا يغير ويفقفق شوية ويغير والدنيا كان بتبقى تمام يعني تمام هل اشياء الشمس الوقت يبقى ضر اكتر؟ هو بس احنا عايزين نفرق ما بين حرارة الشمس وضوء الشمس في الصيف احنا عندنا حرارة شمس في الشتاء لا بس هو ضوء الشمس موجود طول الفصول حتى والدنيا مغيمة شوية حتى لو حريك قاعد في البيت وفتح الشباك 40% من اشعة الشمس بتنعكس على البلاط بتاع الارض وبتيجي على جلدنا فمفيش حاجة اسمها وقاية تامة من الشمس ده مستحيل يكون موجود زمان كنا بنتعرض لها كنا اطفال ولسه جلدنا بينمو بيجدد نفسه اكتر كل ما بنجبر في السن قابلية الخلايا انها هتجدد نفسها اقلب كتير طبعا اكيد تأثير مناخفة وتغييراته في السنين اللي فاتت ليها دور كبير جدا في الاحتباس الحراري ان تقعد الحرارة على مستوى الارض فترة طويلة بالتأكيد ليه تأثير كبير طيب يعني انا اعمل ايد الوقتين انا رايحة صيف عايزة اخد لون وفي نفس الوقت عايزة بتعرض للشمس المفيدة يعني عايزة ان انا اخد لان خلي بالحركة احنا برضو للأسف احنا شغلنا دايما كل الناس يعني في مكاتب او في بنوك او في هنا في الستوديو فاحنا دايما طول الوقت مش معرضين للشمس فايزين ناخد الفايتامين دي منها والفوائد اللي ممكن تدهالنا وفي الماصيح في نفس الوقت اخد اللون اللي انا عايزة من غير ما دور جلدي من غير ما كبر جلدي الحاجات دي كلها عاملها زي طيب اولا احنا عايزين نشرب كميات مياه كبيرة جدا في الصيف ده مهم جدا جدا ان يكون باستمرار في عرق فيرطب الجلد اكتر عشان ما يتحرقش ازي ما حالك قلت كده من اتعرضش للفترات طويلة الحاجة التانية ان قبل 11 الصبح لازم نقدر نتعرض للشمس براحتنا بعد 4 العصر نقدر نتعرض براحتنا انما الفترة بتاعت الظهر دي دي شمس دارة جدا فما ينفعش يبقى فيها تعرض لفترات طويلة السونسكرينز او اللي هي واقش الشمس ده مهم برضو هيدينا حماية واحنا برا المياه واحنا جوان مياه طبعا مفيش حماية اصلا ولان الجسم كله بيبقى في المياه فمافيش منه مشكلة قوي الخضار المضادات الاكسادة دي من حاجات مهمة جدا يعني خلينا نعرف ان الشمس بتقتل كل يوم كمية من الخلايا الموجودة على الجلد الجلد بيقشر الخلايا دي لو لقدر الله حد بيتعرض للشمس الفترات طويلة مثلا زي العمال في قابل ايه ان الخلايا دي ما تتقتلش فبالتالي الجلد بيموتها بخليها تنتحر عشان متعملش سرطان وقت ما الجلد بيفشل فدى تبتدي الخلايا دي تعمل سرطان في الجلد يعني ممكن التعرض لاشياء الشمس باستمرار يؤدي في النهال سرطانات الجلد نا هو الناس باستراليا اكتر ناس عندهم سرطانات الجلد بسبب قرب الشمس حاجة كده ده بالزبط كده يعني احنا الناس اللي بتشتغل الشمس فترات طويلة جدا ممكن تتعرض لانواع كتيرة من سرطانات الجلد طب ايه اول خط وقاية مضادات الاكسادة اللي هي موجودة فين بايتة من اي و سي و اي الحاجات دي كلها موجودة في الخضار يعني طبعا الصلطة ده مهم جدا صحيح انا مش هنقول العمال مثلا يحط سان بلوك او كده يعني فقا لا لا طبعا يعني الله يكون فعونهم طبعا الموضوع صعب جدا احنا دائما بننصحهم اشتغل من فجر الشمس لحد صلاطة الظهر ووقف بعد صلاطة العصر ممكن تشتغل ساعتين كمان بس طبعا يعني ده صعب جدا في الزمن الحالي مع التطور الموجود والناس بتبني والناس مستعجلة في كل حاجة صعب جدا ان هم ياخدوا الفترة دية بعيدة عن الشمس ولو ان في كتير من الدول الخليجية اصدرت قوانين ان الناس من صلاطة الظهر ما تشتغلش يعني تقدر تشغل من الفجر لحد الظهر طبعا الممكن استخدام مثلا المية على جسمهم زي الوضوء مثلا دي حاجة تسهل شوية او تساعد يلبسوا كاب يعني ايه الحاجة اللي ممكن يعملوه يعني يلبسوا كاب دي موضوع يعني هيعمل محدودية جدا في الوقاية من الشمس المية مش واقع من الشمس فالحقيقة ان هو يعني زي ما ربنا قال كل شيء خلقناه بقدر فلازم نتعرض للشمس بس ما نتعرضش تزيد قوي زي ما احنا بنعمل دلوقتي مشكلة كمان في التجعيد بتاعت الوش اللي بتظهر في الشمس لو شفنا الست المصري اللي بتساعد جزء في الغيت هتلاقي عندها تجعيد وهي عندها تلاتين سنة قد الست اللي قاعدة في البيت عندها ستين سنة ده نتيجة التعرض للشمس باستمرار باستمرار فعملت هرم الجلد كسرت الكولاجين او خليته متشابق جدا فيبتدي يظهر عندها تجعيد زي الست اللي قاعدة في البيت وهي عندها ستين سنة فطبعا الشمس مفيدة جدا بالقدر المناسب وضارة جدا بالقدر الاكتر من المناسب طيب هل في اي اجراءات مثلا نعملها بعد الخروج من البحر يعني قولنا قبل ما ننزل البحر نعمل ايه وطول اليوم نشرب مية وناكل خضار وكده بعد ما نخرج من البحر هل في اي اجراءات ممكن نعملها؟ بص بعد البحر وبعد الحمام السباحة مهم جدا الدوش لبالمية العزبة ده مهم جدا 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 وجود الملح الفترات طويلة على الجلد ضار وجود الكلور على الفترات طويلة على الجلد ضار جدا طبعا فيه ناس بتستفيد من الشمس زي مرضى الصدفية مثلا بيستفيدوا من الشمس ولكن شمس الظهيرة مش كويس عشان كده تلاقي فيه بعض الناس بيعملوا دعاية مثلا ان هو رملة سفاجة ونروح نقعد فيها فهو الحقيقة ان الجلد كله بتحرم الشمس بيقشر كله بيبقى لطيف جدا لمدة شهر بعد شهرين بيرجع تاني الصدفية ويرجع تاني البهاء لان دي امراض مزمنة مش ممكن تخف نهائيا بالشمس فيعني الشمس مهمة لبعض الامراض الجلدية ولكنها ضارة جدا على بعض الحاجات الدانية مهم جدا جدا دوش المية العزبة ده اهم حاجة وشربة كميات كبيرة من المية عشان الجلد دايما يبقى راطب لان جلد اول ما بينشف بيفقد اهم خاصية فيه اللي هي المرونة ويبتدي يحصل له الاكزيمة والمشاكل الجلدية اللي بتحصل طب اعمل ايه لو انا بتجيت احس ب sunburn او حروق شوية في الجسم بسبب الشمس وبتجيت الجسم يسخن وتسلخات زي ما بيقولوا وكمان للاطفال يعملوا ايه الامهات سعب بتبقى برد ومش عارفة تعمل ايه مع اطفالها بيحسوا الاحساس بس هو ما فيش حد سافر بمصيف غير لما تحرق وحس بحرق في الجلد اول خطوة بعملها دوش مية ساعة دي اهم خطوة ودوش مية ساعة طويل يعني عشر دقائق على الاقل ولا يحط رجله في مية ساعة سمانة دي برضو لا هو دوش مية ساعة طبعا يعني زي ما بيحصل حرق في البيت لما ام بتكلمني تقولي برد الشاي مش عارف ايه تكبع الولد اقولها اهم حاجة عشر دقائق تحت المية ساعة عشان بسرعة نزل درجة حرارة الجلد والخلايا عشان ما تبتديش تحصل مشاكل البروتين في الخلايا اللي هي بتعمل الحرق والفقاعة بتاعت الحرق والكلام ده كله بعد كده نبتدي ندي دهان كورتيزون خفيف مناسب للسن والمكان يعني اللي بتحط على الوش غير اللي بتحط على الظهر من فاشن حطه كورتيزون قوي مثلا على الوش نديه مرة واحدة لحد ما الجلد يهدى والانفلاميشن او الالتياب اللي فيه قل ما هيكيان نستخدم مراهم الحروق الحاجات المعتادة العادية خالص او المرتبات عشان الجلد يقشر خلاص هو الجلد اتحرق اتحرق كده كده هيقشر وهيطلع مكانه جلد جديد الجلد بيجدد نفسه تقريبا كل 23 يوم بالكامل فما فيش مشكلة يعني ربنا خلق الجلد عشان يبقى خط حماية ويجدد نفسه باستمرار بس اهم حاجة عندي الدوش الماء الساعة عشان عش تلج طيب فيه ناس بيحطوا تلج يعني ده مبالغ فيه شوية يعني مش هتعرف يعني الطفل عنده مثلا 8 سنين طويل قوي هتحطه يعني في بنيه مليان تلج مش applicable قوي يعني فخلينا في الماء الساعة بيكفية جدا 23 سنة اه دا عادي فطبعا صعب يعني دوش الماء الساعة اللي من الحنفية يعني هتدي لك مثال يعني اول خطوة للعلاج بتاع التهاب الغضض العراقية او حمو النيل زي ما بنسميه تمام هو دوش الماء الساعة بعد صارات الظهر وبعد صارات المغرب يعني في الظهر في وقت الحرارة شديدة هو دوش الماء الساعة ده مفيد قوي حتى في الشتاء بيقولوا مهمة اه طبعا جدا جدا وفيه ناس كتيرة بتستخدم تلج على وشها عشان يقفل المسام تغيير درجات الحرارة على الجلد ليه تأثيرات مختلفة بس المفروض نستخدمه صح في الوقت الصح وبكمية مزبوطة يعني حتى السخون على الجلد في وقت من الأوقات مفيدة ده أشعة الشمس على الجلد في وقت من الأوقات مفيدة يعني كل مرضى الصدفية في الصيف بيحبوه جدا يختفي تقريبا الصدفية من الصيف من الشمس والرملة بس بعد ما بيخلص الصيف بيرجع تاني لانه مرض مزمن فبالتالي استخدام الحرارة على الجلد مفيد جدا في أمراض كتيرة جدا طيب هالموضوع ليه علاقة بالتجعيد زي ما كان بس أنت بتقول موضوع الدوش الماء البردة في الشتاء أبدا بالعكس يعني أبدا يعني ما فيش أي علاقة يقوله بيأخر ظهور التجعيد شوي لا هو ما بيأخرش ظهور التجعيد لأن التجعيد ما بتظهرش بتغيير درجات الحرارة بتيجي بالأشعة يعني أشعة الشمس بتأثر على الكولوجين الموجود بتكسره فبيحصل كده إنما إلى حد كبير كثيرة جدا تحفيز الكولوجين حاجات بتتعمل في البيت وحاجات اليومية يعني ديكي مثال الفاستفود والسكريات المعلقة الوحدة فيهم من السكر بتعمل تشابك في الكولوجين بتاع الجلد بطريقة لا يمكن فكها فبتسبب ظهور تجعيد لا يمكن فكها إلا بأجهزة يعني ببساطة شديدة لو بعيدت عن الفاستفود والسكريات أنا حاملت الكولوجين بتاعي لفترة طويلة جدا وسائل تكسير الكولوجين موجودة كثيرة جدا في العالم ولكن الفكرة أستخدم إيه لمين مش كل الوسائل تنفع لكل الحالات رظيم حالك تنصح الناس بإيه بقى في النهاية الاعتدال يعني محدش يقعد في الشمس من الساعة عشر الصبح للساعة ستة وبعد كده يبتدي يقول لي إنه هو ظهرت عندي تجعيد أو ظهر عندي أحمرار أو جلد تحرق طبيعي إنه هيحصل كده أهم حاجة عندي طيب بما أن نتكلم بس عن المصرف يعني إحنا برضو المصرف ده تبقى مرة في السنة مثلا وبيروحوا يعني هو كبرنا أسبوع ده بالكتير قوي وبنرجع فهل في مشكلة في التعرض لأشياء الشمس خلال الأسبوع ده من السنة؟ لو أنا قاعد في الأسبوع ده عشر ساعات في الشمس بالتأكيد في مشكلة ولكن إن أنا أتعرض للشمس باعتدال أخسل جسمي بالمية كل شوية أشرب مية كتير أهم حاجة إن الجلد يكون مليا مية بص حتى في الحاجات التجميلية لما بنيجي نشتغل ليزر على الجلد أو نشتغل حاجة الأبحاث العلمية بتقول لو أكتر من 70% من خلايا الجلد مليانة مية النتائج بتاعت التجميل بتبقى ممتازة جدا أقل من 40% ما بتجيبش نتيجة خالص فإن الجلد يكون مليان مية ومليان ومرتب مرتب ده مهم جدا 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 بالإضافة طبعا إن إحنا بتدينا نستخدم أدوات تجميل كبيرة جدا والحياة اليومية الست اللي بتشتغل في البيت بمنظفات فيه ترم بقى له سنين موجود اسمه يعني إجزيمة بتيجي لرباط البيوت فبالتالي استخدام المرتبات بقى حاجة أساسية مش زي زمان يعني زمان كنا كلنا عايشين من غير مرتب إنما دلوقتي نتيجة الحياة الحديثة واستخدام مواد كيموية كتيرة في حاجات الجلد بتبقى فيه مشكلة إن إحنا لازم نرطب الجلد طوال الوقت نشكرك دكتور حسن الفكهيني أستاذ الجلدية والتنصالية بكلية طب المينيا كل شكر ليك والاعتدال هو الحل ما نتعرضش لفترات طويلة للوقت من الوقت في الشمس شكرا جزيلا ومصيب سعيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا